الجزء الاهم بقى في رأيي وهيفضل الجزء اللي محتاجين فيه حلقات وحلقات وحلقات وافكار 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 يا جماعة في العالم كله دلوقتي مرواح لستاد ما بقاش فرجة مباراة وبس يعني لو هدفع تذكرة مش عايز ادفعها عشان هحضر تسعين دقيقة لا انا عايز اروح لستاد ده ألاقي شوية ألعاب كده حوالين الملعب لستاد يعني اكشاك مطاعم كده معمولة لذيذة اخش اخد فيها سندويتش اشرب قهوة واشرب شاي ألاقي ألعاب مثلا الاولادي يلعبوا بيها مثلا زي ملاهي صغيرة كده حوالين لستاد ألاقي فرقة موسيقية وقفة في محيط لستاد عمالة غني واحنا وقفين نسقف معاهم ألاقي نفسي وانا رايح لستاد انا واسرتي انا رايح اخرجكم انا رايح افسحكم النهار ده يلا بينا مش بس المباراة مش بتسمع دايما الجملة اللي يقولك ايه لستاد في الدولة الانجليزية ولا في الدولة الفرنسية ولا الدولة الاسبانية بيبقى فاضي قبل المباراة بربع ساعة فاضي خالص الناس في محيط الملعب بس بيستمتعوا بياخدوا أقصى حاجة من اللي استمتع باليوم وبعد كده يروح يكمل المتعة دي بحضور مباراة لكن انا هنزل من بيتي دلوقتي انا واسرتي وحياتي واولادي والمسكين الموبايل طول الوقت عشان بس هروح اعط في المدرج افرج على المباراة مش هتلاقيه عند ناس كتير هم أحبة قليلين اللي بيروحوا اللي استاد دول اللي هم رايح فعلا عشان بس حاسس نوه بيقدي دور انه يشجع فريقه يشجع منتخب بلده ده دور بيعمله مش فريق معاه متعة والحاجة ها دي متعته أصلا لكن الباقي لا لازم تديله حاجات إضافية لازم لازم تخليه مستمتع باليوم ده ودي بقى عليها 80 اسلوب بالمناسبة ده ممكن تلاقي بيها حلول لأسعار التذاكرة هتقول لي ازاي اقول لك مثال انا مش هقف الحاسس انا في البرنامج ده هشتغل راجل بتاع تسويق بغض النظر الكامل هقول لي ده صح والغضر اشتغل حد بتاع تسويق فرج علي يقول لي يا عمد تكيك بتقول اي كلام بس انا بفكر معاكم يعني اهل الوقتي في مطعم اتعمل حوالي الاستاد بيبقى اكشاك كده عارف انت الاكشاك دي بتاعت المطاعم فواحد منهم مثلا قال لك انا هديك سندويتش وعليه بطاطس وخمسين في المية على سعر التسكرة لو جيت اشتريت من عادي ما انا بعمله هو بيعمل نفسه دعاية برضو فانت رحت كلت وشربت وخدت التسكرة بنص التمن اللي هي كيتغالي عليك اوي انت واولادك مثلا مثلا يا سيدي ايس بقى على ده حاجات كتير اوي والله انا هعملكش كده هبيع فيه ملابس رياضية لو اشتريت مني تيشرت هديك تسكرة ببلاش مثلا يبقى انت استفدت بالتيشرت وخدت التسكرة ببلاش ببلاش فدي كلها امور تسوقية بس نقعد نفكر عشان الناس تروح المدرجات لازم الناس تروح المدرجات لازم الحكاية مش حكاية الناس مش حابة تحضر مطش مصر ولا مش حابة تحضر مطش الاهلي ولا مش حابة تحضر مطش الزمالك ولا الاسماعيل ولا الاتحاد الحكاية ان موضوع المدرجات ده مع التطور اللي حصل في الدنيا ده لازم يبقى في حلول مبتقرة عشان نجذب الناس مرة أخرى للمدرجات مش بس سعر التذكرة فيه أمور كتيرة هي السبب في عدم ذهاب الناس إلى المدرجات